اشتركوا في القناة كان خالد الغندور يلعب في نادي الزمالك حتى اعتزاله وكان كابتن الزمالك في الفترة من 97 حتى اعتزاله عام 2003 لقب ببندق لقصر قامته ويعد من اكثر قائد الفريق فوزا بالبطولات في تاريخ نادي الزمالك احرز العديدة من الاهداف خلال مشواره القروي كما ان للغندور رحلة احتراف قصيرة في نادي قزمة الكويتي يذكر ان خالد الغندور بكى من خلال برنامجه الزمالك اليوم بعد تعادل الزمالك امام الجونة بهدفين لكل فريق وضعفت امال الزمالك في المنافسة على بطولة الدوري حيث يبعد عن الاهل المتصدر بفارق خمس نقاط ودي كانت لقتتنا عن الوعكة الصحية اللي اتعرض ليها مقدم البرامج الرياضي خالد الغندور ونقل على اثارها الى المستشفى اشتركوا في القناة